هذه أبرز العناوين فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية ينهي مشكلة وحيد خليل زيتش عاجل اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدم المنتخب الجزائري بهذا القرار بعد إقصاء المغرب تشافي يقرب نجم الأصود هالندا من برشلونا في الميركاتو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية ينهي مشكلة وحيد خليل زيتش أنهى فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة مشكلة وحيد خليل زيتش مدرب المنتخب الوطني بعدما كان عالقا في فرنسا بعد إغلاق الحدود الجوية بقرار من الحكومة المغربية وطلب القجع من مدرب المنتخب الوطني السفر من فرنسا إلى قطار لحضور مباراة المنتخب الرديف أمام المنتخب الجزائري برسم ربع نهائي كأس العرب ليعود برفقته إلى المغرب في طائرته الخاصة حتى ينهي مشكلته بفرنسا ويستعد مدرب الفرق الوطني المغربي وحيد خليل زيتش لإعداد تقارير عن اللاعب الدوليات الأوروبية لدعوتهم لمعسكر المنتخب الوطني المغربي الذي يستعد للمشاركة في كأس فرق المقبلة بالكاميرون عاجل اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدم المنتخب الجزائري بهذا القرار بعد إقصاء المغرب في خبر عاجل وجديد قالت مصادر جد مطلعة أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الجارية فعاليتها في العاصمة القطرية الدوحة اتخذت قرارا مفاجئا وغير منتظر في حق المنتخب الجزائري الذي تأهل لنسف نهاية المصابقة على حساب المنتخب الوطني المغربي الرديف بدربات الترجح في مباراة ما زال جزائريون يحتفلون بها إلى الآن حيث قررت اللجنة أنها ستخضع أغلب لاعبي المنتخب الجزائري الذين شاركوا في المباراة التي جمعت فريقهم بالمنتخب المغربي الرديف لإجراء فحص المنشطات وحسب ما نقلت عدة مصادر فإن عملية إخضاع اللاعبين من المنتخب الجزائري المذكور لإجراء فحص المنشطات بعدما ظهرت عليهم مؤشرات على أنهم كانوا في حالة غير عادية خلال مباراة ربع نهاية بطولة كأس العرب أمام المنتخب المغربي الرديف والتي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لكل فريق قبل أن يبتسم الحد للفريق الجزائري في ضربات الترجح يوسف البليلي من بين اللاعبين الذين قد يخضعون لإجراء المذكور حيث تم نقله إلى المستشفى بعد نهاية المباراة المذكورة دون وجود تفاصيل عن طبيعة إصابته حيث كان يحتفل بشكل طبيعي مع زملائه في منتخب الجزائر بعد الفوز على المغرب وهو ما يرجح أنه انهار بفعل المنشطات خاصة أنه له ماضي مع التعاطي مع الكوكاين نفس المصادر أكدت أن الطاقم التقني ومسؤولين الجزائريين يضغطون بقوة حتى لا يتم إخضاع لاعب فريقهم لإجراء فحس المنشطات وهو ما تسيرهم فيه بعض الأطراف من داخل اللجنة المنظمة نظرا لما قد يحدث في حال تبوت تعاطي لاعبين الجزائري للمنشطات خاصة أن المباراة بين المغرب والجزائر لها طابع خاص وما تعاطي المخدرات بغرب عن المنتخب الجزائري لكرة القدم حيث كانت تسعة لاعبين سابقين في ذات المنتخب في سنوات الثمانينات من بينهم قاس سعيد وشعيب مناد قد فجروا فضيحة رياضية عندما اتهموا طبيبهم الروسي أنداك بإعطائهم أدوية ومنشطات دون علمهم ما أدى إلى إنجابهم لأطفال معاقين تشافي يقرب نجم الأسود وهالاند من برشلونا في المركاتو يتحرك فريق برشلونا الإسباني لكرة القدم في سوق الانتقالات من أجل تأمين أهدافه التي يعد أهمها التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي بروسيا دورتموند والدولية المغربية نصير مزرع ونجم آيكس مستردام وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوال لابورتا رئيس النادي الكاتلوني استفاد من رحلته إلى مدينة تورينو الإيطالية لعقد اجتماع مع مينو رايولا وكل أعمال هالاند والنجم المغربي ووضحت المصادر نفسه أن رئيس برشلونا طلب من رايولا تخفيض العمول التي ينوي الحصول عليها في صفقة هالاند وأبلغه بأن النرويجي سيكون اللاعب الأهم في مشروع تشافي الجديد واختسمت المصادر ذاتها بالإشارة إلى أن النادي الكاتلوني تحدث أيضا عن إمكانية التعاقد مع النجم المغربي نصير مزرع ويضاهر الأيمان لنادي آيكس والذي ينتهي عقده في 3 من يونيو المقبل مدرب الرجاء يفاضل بين السوبول وسكحان قبل مواجهة أغادير سيكون محمد النهيري الظاهر الأيصر من أبرز غيابة الرجاء في المباراة القوية أمام حسنية أغادير يوم الجمعة المقبلة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في الجولة الثالث عشر من الدور المغربي ويتواجد نهيري إلى جانب الحارس أنهزنيتي وعبد إلى الحافظ في قطر لرغم إقصاء منتخب المغرب من كأس العرب حيث فضل مجلس إدارة الرجاء استمرار التولاتي هناك في انتظار إتحاق بياتة الفريق الأخضار قبل خوض مباراة كأس السوبرا الإفريقي أمام الأهل المصري في الثاني والعشرون من الشهر الجاري ويفاضل مارك فيلموت مدرب الرجاء قبل مباراة حسنية أغادير بين محمد سوبول وأسامة سكحان من أجل تعويض غياب النهيري في المركز الظاهر الأيصار ويملك اللاعبان نفس المستوى تقريبا ودائما ما يقدمان أداء جيدا كلما اعتمد عليهم الجهاز الفني ويتصدر الوداء جدول ترتيب الدور برصيد 32 نقطة بعد مرور 12 الجولة أما الرجاء فيحتل الوصف برصيد 24 نقطة فجر يقود سيفا سبور إلى الفوز بهدف متير للجدل قاد الدولي والمغربي فيصل فجر فارقه سيفا سبور إلى تحقيق فوز مهم بهدف دون مقابل على حساب ضيف قراطة سراي برسم الجولة السادس عشر من منافسة الدور التركي للمحترفين لكرة القدم ويدين السفاث بالفضل في هذا الفوز لنجمي فيصل فجر الذي سجل هدف الحسم قبل عشر دقائق من نهاية وخلق الدولي المغربي الجدل في هذه المباراة بفعل الهدف الذي أحرزه في مرمى الأرقوياني فرناندو موسيلرا حارس مرمى فارق قلطة سراي الأخير الذي كان مستلقيا على الأرض بفعل الإصابة وستدد اللاعب المغربي الكرة في المرمى الخالية من الحارس المذكور الذي كان مستلقيا على الأرض بسبب الإصابة وهي الإصابة التي حالت دون إتمامه المباراة وخروجه لتلقي الإسعافات الأولية الفوز رفع رصيد الصفاص إلى 22 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة خلف قلطة سراي صاحب المركز الثامن أزمة بين بانون ومدرب الأهلي بسبب كأس العرب تسبب تأخر الدولي المغربي بضربان وعميد المنتخب الوطن الرذيف في العودة لمصر في أزمة مع مدربه في النادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني بسبب رفض الأول العودة إلى مصر من أجل المشاركة في المباراة الإعدادية التي سيخذها أشبال موسيماني أمام فريق سموحة تحضير لمباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي الممتاز التي ستجمعه بفارق رجاء البيضاوي المقررة في الثاني والعشرون من دجمبر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة وكشفت تقارير إعلامية مصري أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عبر عن غضبي الشديد من تصرف الدولي المغربي سيما وأن بانون لم يعود له أي التزام تجاه المنتخب المغربي بعد خروجه من البطولة العربية في دور ربع نهائي وأفادت التقارير الإعلامية ذاته أن مدرب الأهلي توعد بانون بالعقوبة وأنه ينوي إصدار عقوبة في حقه بعد مباراة السوبر التي ستجمعه بفارق الرجاء البيضاوي هذه أبرز العناوين فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية ينهي مشكلة وحيد خلال لزيتش عاجل اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدم المنتخب الجزائري بهذا القرار بعد إقصاء المغرب تشافي يقريب نجم الأصود هالند من برشلونا في المركاتو اشتركوا في القناة